سنرى الآن من خلال الصفحة التي قدامنا كيف ننشئ شبكة صرف صحي للمشروع التي قدامنا بسرعة عالية جدا ومن غير أي مجهود هذا الآن مشروع طبيعي على الأرض الطبعية وهذه النقطة الرفع المساحي وهذه هي إحداث الزد لكل نقطة إحداث الزد هو نفس الرقم المكتوب المسافة من كل نقطة 10 متر وأنا سأجمع الشبكة كلها في هذه المنطقة فبالتالي أول منهول الذي سأبدأ به سيكون أبعد نقطة عن نقطة التجميع سأبدأ الشبكة هنا أختار جرافيتي فلو هنا أختار السلوب بتاعي أو أكتب السلوب فأختار مثلا سلوب نص المسافة من كل منهول أنا أخليها خمسين متر فبالتالي هيكون فرق الأعماق بين كل منهول والتاني هيكون ربع متر يعني في الخمسين مع السلوب نص سيديني خمسة وعشرين من مية فهنا أختار أول منهول في الخمسات المال سيكون منهول هذه المجرية في الخمسات المال سيكونください خمساً انا رفعrac تعد المجموعة الحالية المسافة من كل منهول والتاني 50 متر يبنى المفروض ان عمق كل منهول يقل عن عمق المنهول القابليه بمسافة ربع متر اول منهول اول حاجة البرنامج يرقم لي ادي منهول 1 منهول 2 منهول 3 منهول 4 تاني حاجة المنهول اللي اطلي احداثي الزد للنقطة اللي انا اخترتها اللي هو الرقم ده اللي هو الرقم ده ادي احداثي او منصوب الارض او منصوب الارض اللي هو ادي 124.8 124.8 كذلك هنا ادي منصوب الارض فاعل برنامج لأطهولي اوتوماتيك وحطهولي في في بتاعي ادي 124.3 الحاجة الثالثة المهمة اول منهول البرنامج نقص من واحد واربعة من عشرة والدين تمام يبدأ اول منهول عندي البرنامج تم حسابه بشكل ايه يعني البرنامج حسبه بشكل اوتوماتي المنهول الثاني طبعا البيبليفل هيكون للمنهول الثاني اقل من الليفل ده بكام بمسافة ربع متر زي ما اتفقنا لان طول المسافة من كل منهول والتاني لمنهول الثاني بالاسلوب نص يجبن احETH هذا العمق هو الفرق بين الاثنين دول بكل بساطة لو طرقت 124.8 ناقص 122.2 122.7 هيديني الاثنين بوينت سبعة يبقى هذا العمق هو طبيعي هيديني الفرق بين الـ ground وبين الـ pipe فبالتالي اقدر افرش الموقع كله زي ما احنا شايفين اعد بس واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة وحط المنهول بتاعي اقدر افرش المنهيل كلها في الموقع بسرعة عالية جدا وبدون اي ايه وبدون اي مجهود تمام والبرنامج اوتوماتيك بيحسب لي الاسلوب وبيحسب لي الاعماق بتاعت المنهيل وبيلقط لي ground level اللي انا ايه اللي انا بشتغل عليها ومفيش اي مشاكل طيب فردا بقى لو انا كملت فردا لو انا كملت لحد الاخر لحد ما وصلت يعني مشيت كده ولحد ما وصلت هنا للاخر بس ليت عمق المنهول كبير جدا يعني ايه مثلا ستة متر او تمانية متر فبالتالي انا لازم اغير فهمسح ده كله بكل سهولة وابدأ تاني بعمق جديد وابدأ تاني بسلوب جديد تمام انا هنا اعمل اندو عشان ارجع عند كله وابدأ بسلوب جديد طيب انا هنا هبدأ بعمل بسلوب تلاتة من عشرة تمام التلاتة من عشرة في المسافة اللي هي الخمسين متر المسافة بين كل منهول والتاني هتديني بالضبط خمستاشر من مية يبقى مفروض كل منهول العمق هيقل عند المنهول اللي قابليه بمسافة خمستاشر في المية فان هنا اختار اول منهول تمام اختار النيكست منهول على مسافة خمسين متر اختار ايه لسير منهول وهشوف كده البرنامج ده الفيرست منهول زي المرة اللي فات بالضبط اللي هو هي بالضبط سأقلون ونقص من الجراون من الداشرة هديني الجراون النقص Skills وعما نقص الجراون بين المنهول الام لما يجعل répondre هيديني عمق المنهول. تمام? يبقى انا كده اقدر افرش شبكة الصرف الصحي بسرعة عالية جدا وبدون اي طيب لو انا احاوز انشئ شبكة مية في نفس المكان او على نفس المشروع ده. فهختار هنا بامبت فلو وهغير دي هخليها بدل مكانة المنهول. اخليها ستيشن. وهخلي الاعمال كلها واحد ونص متر. تمام? اختار هنا الفرست بوينت بتاعتي او الفرست ستيشن. والنكست ستيشن بتاعتي هيكون على مسافة برضو خمسين. تمام? انا اعاوز احط كل كل خمسين متر. احط ستيشن كل خمسين متر. زي ما احنا شايفين اقدر افرش الموقع كله. هنا البرنامج عمل ايه? البرنامج اول حاجة بيرقم بتاعتي. تاني حاجة بيلوط او حداسي لنقطة دي. وينقص منها واحد ونص متر. يعني دي ناقص واحد ونص متر اللي هو عمق الخط بتاعي. تمام? هيديني الايه? هيديني العمق بتاعي. طبعا العمق كلها هكون واحد ونص لان هنا عندي انا ناسب الخط ليه منسوب جلاوند ليفل فكله هيكون واحد ونص متر. تمام? واكمل الخط بتاعي الايه? اكمل الخط بتاعي هيخليه برضو كل خمسين متر احط ايه? احط ستيشن. وبكده اقدر افرش الموقع كله بشبكة المية او الحريق او شبكة الصرف يعني بدون اي مجهود وبسرعة عالية جدا. اه طبعا الكل الحاجات يا جماعة الارقام والشكل البيضاوي ده بيتحط في اللير الاكتف معايا تمام? يعني انا اشغل اللير الاول قبل ما اشغل البرنامج تمام? وتاخد نفس اللون ونفس الفرمات بتاعة اللير. وبكده يعني خليت موضوع الشبكات المياه والصرف موضوع بسيط. اقدر امسح ده كله وانشئ شبكة جديدة في اقل من عشر دقايق. والموضوع بقى سهل جدا بالنسبة لشبكات المياه والصرف الصح.